مشاهدين الثامنة الصباحاً رموعدة مع موجز لأهم الأنباء مع مصطفى تفضلي مصطفى شكراً لك جمعنا الثامنة الصباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأنباء من التلفزيون المصري أهلاً بكم أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوري بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخلال اجتماع عقدته الحكومة في مقرها بمدينة العالمين الجديدة أشار الدكتور مدبوري إلى أنه يتم حالياً الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لفتاً إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال القطار الكهربائي والمونورل دعاً رئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجا للطاقة النووية وفي خطابه اليومي أطاف زلنيسكي إلى أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونو موناستريسكي إن كييف يجب أن تكون مستعدة لأي احتمال بالنسبة لمحطة زابوريجا للطاقة النووية بما في ذلك عملية إجلاء السكان من المنطقة وقال إن المحط ليست فقط في أيدي العدو وإنما في أيدي أشخاص غير مؤهلين قد يسمحون بحدوث مأساة وأضاف لأنه من الصعب تخيل حجم المأساة التي يمكن أن تحدث إذا واصل الروس أعمالهم هناك كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إلى إنهاء النشاط العسكري حول مجمع الطاقة النووية في زابوريجا بأوكرانيا وحث على سحب الأفراد والمعدات العسكرية وعدم نشر مزيد من القوات أو العتاد ودعا روسيا وأوكرانيا إلى عدم استهداف المنشأة أو المنطقة المحيطة بالمحطة وشدد على ضرورة عدم استخدام المنشأة في إطار أي عملية عسكرية وقد لفد جوتيرش إلى الحاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن محيط آمن لنزع السلاح من أجل ضمان سلامة المنطقة وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروتسي وصف الوضع في محطة زابوريجا للطاقة النووية بالحرق وخلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي أكد جروتسي ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة وشدد على أن الوقت ينفذ فيما تحاول الوكالة منذ عدة أسابيع إرسال بعثة لتفقد الأعمال في هذه المحطة دعا المستشار الألماني أولاف تشولتس إلى مد خط أنبيب غاز بين البرتغال وبين أوروبا الوسطى يمر عبر الأراضي الفرنسية من أجل المساهمة من حل أزمة الطاقة وخلال مؤتمر صحفي نعقده في برلين اعتبر شولتس أن القارة الأوروبية تفتقر إلى هذا الخط في ظل أزمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية وأضاف لأن هذا الخط كان يساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة الوضع الذي تعانيه إمدادات الطاقة وهذا ختم الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال فقرات برنامج صباح القرية مصر ترجمة نانسي قنقر